أهلا بكم إلى بروباجاندا أولى فقراتنا اليوم في بوليغراف خلال الأيام الماضية تم على نطاق واسع تدول منشور بعنوان مفاجأة الرئيس التونسي سبسي تعرض للتسمم قبل وفاته والإخوان خططوا للانقلاب عليه صفحة جبهة الرئيس السيسي لاحظوا معي السيسي وليس سبسي وهي صفحة معروفة بأخبارها المؤكدة وأعتقد أنكم أصبحتم تعرفونها الآن نقلت ما تنقلته صفحات أخرى متعددة جميعها ألصقت التهمة بتنظيم الإخوان المسلمين وأكدت الجريمة الإعلام المصري القدير والعظيم والمبجل أحمد موسى أفرد مساحة للخبر أيضا وكان معه السفيرة نبيل القدي بالمناسبة أنا لم يكن أعرفها قبل هذه الحلقة يبدو أنها كانت وزيرا مفوضا تونسيا سابقا بالجامعة العربية على أي حال تحدث في حلقتهما عن المؤامرات الإخوانية على الرئيس التونسي الراحل وعن تسميم الباج قايد السبسي التصرحات الخطيرة طرت المسؤولين في تونس إلى الرد على هذه الادعاءات مثل حديث سعيدة جراشا ناطقة باسم رئاسة الجمهورية التي قالت أن من يتحدث عن تسميم وتسميم للرئيس الراحل باج قايد السبسي عليه أن يتحمل مسؤولية ما يقول وعلى الرغم من أنها غير مخولة للحديث وعدم اختصاصها إلا أنها أوضحت الفرق بين التسميم والتسميم مشيرة إلى أن من تحدث عن ذلك ربما يكون تحت تأثير الصدمة حسب تعبيرها وهي قد تكون لطفة العبارة بالبحث عن سبب وصول البعض إلى هذه النظرية وجدنا أن أصل القصة يعود في الحقيقة إلى دخول باج قايد السبسي إلى المستشفى في شهر يونيو إثر تعرضه إلى ما قال ابنه ساعتها أنه تسمم غذائي وقد تحدث البعض حتى أنه تسمم طبيعي بسبب أكل البطيخ بالنسبة لرجل في مثل سنه مساهمة في رواج الشائعة عن تسميمه وليس تسممه غذائيا إثر وعكته الأولى وقع البعض في فخ هذه الشائعة وصدقها لأنها ربما على هواهم على أي حال رئيس السبسي توفي تونس دخلت سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة كان أولى بالصائدين في الماء العكر والمشتغلين في السياسة بالشائعات أن يركزوا على الاشتغال في الشأن العام بجدية لا أن يختبئوا وينشروا مثل تلك الخزعمة